الحظ العاثر يماهد لحظ سعيد والحظ السعيد يماهد لحظ عاثر هكذا كان حال منتخب رومانيا في منديال عام 1998 ابتكر المنتخب الروماني أول سلاح جديد من نوعه في المستطيل الأخضر بعدما نجح في تحقيق مفاجأة حقيقية في دور المجموعات فازت رومانيا على كولومبيا وانجلترا وتعادلت مع تونس لتتأهل لدور الستة عشر حاول اللاعبون المحافظة على هذا الحظ واستمعوا لنصائح الجماهير المرافقة لهم في فرنسا التي كانت تستضيف المنديال وأقام اللاعبون بمفاجأة الجميع وصبغوا شعرهم باللون الأصفر متوقعين أن هذا اللون يجذب لهم الحظ والتأهل لدور الثمانية عبر بوابة كرواتيا لكن لم يشفع الشعر الأصفر لهم وسقطوا في فخ الهزيمة لتنطلق حملات السخرية على لاعب المنتخب الذين استقلوا أول طائرة وعادوا لبلادهم في قمة حسرتهم ووسط تهكم الجميع من هذه المفاجأة لم يتعلم الرومان من غلطتهم في المنديال فكرروا نفس الفعلة في كأس الأمم الأوروبية عام 2000 وأقاموا بحلاقة شعرهم نهائيا لكنهم فشلوا أيضا في الحصول على اللقب اشتركوا في القناة